وصلنا معاكو دلوقتي لآخر فقرات حلقتنا النهاردة واللي خصصناها دايما علشان تكون استشارة طبية الرسول عزيزة السلام قال ان الجسدك عليك حقا وعشان كده احنا لازم نحافظ ونهتم بصحتنا لاننا نتحاسب عليها يوم القيامة فاحنا ضفتنا اللي منورونا النهاردة في الستوديو في فقرة الاستشارة الطبية الدكتورة مية عبداللطيف اخصائية التغذية العلاجية وعلاجة سمنة من الفريق الطبي لشركة اون تارجت فارما عشان تكلمنا في موضوع شاغل بالناس كتير جدا واحنا دخلينه على الشتا يا ترى هنعرف نخص في الشتا ولا لأ ونخص أكتر في الشتا ولا بنخص أكتر في الصيف وهنعمل ايه مع الشتا الشتا ده فاصلة عظيم جدا انه ده فرصة هيلة جدا الجسمي بيدين هدية ان انا نقدر اخص بكل سهولة وده طبعا عكس معتقداتنا وافكارنا احنا فاكين احنا في الشتا ببقى وهناخد فرصتنا نأكل براحتنا ونيجي قبل الصيف بقى نبدأ نلحق نفسنا ونعمل سيرش على جروبات النت دايت السريع الانقاذ السريع والدايت الكيميائي عشان نلحق ايه بقى ننقذ الكويرس الليح بالزبط كده فالشتا ليه انا قدر اخص بسهولة كمان يعني مش محتاجة في فصل الشتا ان انا انزل الجيم او ان انا اعمل حركة كتير بالعكس انا ممكن اخص وانا قاعدة في البيت بشوية حاجات بسيطة كده لان انا جسمي بيعمل ايه احنا درجة حرارة الجسم الطبيعية كم؟ 37 طبعا في الشتا ساعات فيه اماكن كتير بيبقى الجو بيبقى فيها بالماينس بيبقى برد وفي درج فانا عشان جسمي يفضل محافظ على درجة الحرارة اللي هي 37 دي هيبدأ يحرق من الدهون الداخلية عشان يديني الدفل لجسمي لازم يحس بي ويديني الطاقة اللي انا محتاجها بس طبعا هو مش هيحرق الدهون من نفسه يعني لازم انا اساعده في المقابل يعني فالشتا فاصلة حلوة جدا ان احنا بنقدر نخص بكل سهولة او لا يا دكتور بتدينا تفاقل يعني انا الفقرة التغذية دي بتدينا تفاقل ايه حلوة ايه حلوة ونخص واحنا عادين في البيت وكده ازاي 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 ساعدي اسني ان هو يخص في الشتا اول حاجة فيه مثلا الناس اللي عندهم ما بيعرفوش يعملوا كنترول او بياخدوا بقى الشتا حاجة زي ما احنا قولنا ان احنا هنقنق وناكلوا الكلام ده ساعت احنا بنتدخل معيهم طبعا بكورس الانا سليم ان الكورس ده بيساعدهم ان هو يقلل الشهية ويخلي شراها دايما كلنا يعني بنربط الشتا بالاكل كتير بجوع اه اه بالضبط وكمان ان احنا بحاجة مش بحاجة ان احنا في الشتا مثلا الاماكن بتقفل بدري ما فيش بقى زي الصفر في الصيف بقى ونسهر وكلام ده فاحنا من مثلا تمانية تسعة بليت لقينا كلنا خلاص قاعدين التيفي بقى التسالي بتاعتنا فايه ده طبعا بيقدي لزيادة الواصل بس احنا ممكن لو خدنا حاجة بتملي المعدة وتحسسنا بالشبع ساعتها احنا هنلاقي ان احنا خلاص من اقل كمية وبنكل كل اللي احنا عايزينه بس طبعا بنقلل السعرات بنتبخ الحاجات اللي احنا عايزيننا كلها بشكلة صحية اكتر فده يخلينا ان احنا نخص بكل سهولة فطبعا لازم هيبقى زي ما قلت حيك العامل المساعد اللي هو كورس الانسلي طب ليه الناس يعني طالما الموضوع بسيط كده ليه الناس بتخرج من الشتة تخنانة يعني ليه عشان هما ربطين المعتقد ان انا في الشتة هاكل براحتي وكمان انا مش بتحرك كتير فلازم اكل بالزاد كمان في الشتة احنا بتبقى نفسنا دايما رايحة ناحية الحلويات النشويات عشان عندنا برضو معتقد ان دي الحاجة اللي هتدفين ايوة يعني هو ده اعتقاد ولا هو ده نتيجة ان الجو برد فاحنا بنابقى محتاجين حاجة تديني طاقة وتدفيني وكده لا بس انا بجد بجوع في الشتة اكتر اما احنا بنجوع بسرعة لي ما هو فعل عشان انا جسمي بمفروض بيحرق من الدهون الداخلية فبالتالي الجسم بيبقى محتاج ادخله اكل بس لازم هو محتاج ان انا ادخله اكل صحي اوكي انا انا فهمت نقطة بس انا فهمت حاجة هوا يعني الجو برد جدا بيبقى برد جدا فالجسم بيحرق قريدي المخزون اللي عنه فبيحتاج يتعوض فاحنا بنعوضه بحاجات بالتخن مش صحية فلازم نختار الحاجات اللي هنعوض بيها الحاجات اللي بتتحرق في جسمنا مش ايه بقى زي ايه يا دكتور بقى يعني نعوضه بايه يعني نقطع الكنبة كده ونتغطى ببطنية ونمسك ايه هنشأ حاجات كتير بيه اللي فيتزا والبطاطا وكتر البطاطا حلو على فكرة اوي في الدايت اصلا بس او او الله فعلا بس محتاج ان احنا مثلا ناكلها مثلا واحدة صغيرة مثلا في اليوم لان دينا شويات وليه بقى ولينا كلها اصلا ان هي واحدة صغيرة احنا بكل حاجة لازم نتحكم في الكمية لما انا اكل بطاطاية ليه اكل بطاطا يعني يعني ليه ده كده بنعزب نفسه لا ليه صغيرة اوي ممكن واحدة وسط احنا جايين نفوصل مع الدكتور لا البطاطا من الحاجات المفيدة جدا اللي احنا محتاجينها طبعا احنا محتاجين ناكل ايه زي ما انتي مثلا قلت بيتزا حلوة اممكن اطبخها على فكرة بطريقة صحية ابعد الزيوت مثلا تبقى اللعاجينة مثلا دقيق شفان اه الحاجات الصحية دي اه اكيد طبعا هتبقى طعمها حلو جدا وهقدر اكل براحتي منها بس لو انا مثلا قبل ما اكل بيتزا او مثلا بقى في الشيطة احنا بنحب السحلة بالحوم الحاجات اللي حلوة اللي بتدفينا دي او العادس هاي القوي على فكرة او من الحاجات اصلا نادي فيها نسبة روتين علي وانا جسمي اصلا محتاج لشربة العادس دي بتبقى هايلة جدا يعني شربة العادس بس حبيبتي ثانية واحدة بما يشربة العادس انا بتبقاش لوحدها دكتور يبقى معها تقلية ومعها عيش محمص ومتحمر ومعها توم معمول فيها باستمنى ايه مو بيبقى في فرن او مثلا احنا ممكن ناكل كل ما هي دي بقى اللي احنا بنعمله في شركة اون تارجت فرن احنا بنحاول ندي الناس صخوفة جديدة ازاي يأكلوا كل اللي هما عايزينه بس بطريقة صحية بكميات اقل طبعا ده بكورش الاناسيلي من هو هيخليه يسد الشهية يقالل الكمية وكمان احنا دولنا كده كترة متخصصين في التغذية ان احنا نقول لهم ايه البداية للصحية ابعد الزيوت اكل يعني عادي انا هشرب حتى لو فيها التقلية بس هتبقى بسامنا بلدي طريقة الطبخة نفسها اه بل الضبط احنا بنقول لهم الصقوفة الحياة الاكل الصحي عشان احنا بنبقى عايزين مش فكرة الديت ان انا هخصف الشهرين تلاتة دول وبعد كده ارجع تاني للنفس العادات اللي انا بعملها الاكل واللغبطة والحاجات دي كلها هيساعدنا في ايه بردو ان احنا نقالل الكميات زي ما قلت كورش الاناسيليم هو عبارة عن ايه عبارة عن الياف طبيعية هي بتبقى ساشط كده اكياس بتتحطى على نص كوباية مية بيبقى طعمها حلو جدا نفس طعم عصير الاناناس بشربه قبل الاكلة بتاعتين مثلا هنأكل سيء مثلا بيزا بما انك قلت بيزا فشكلك بتحبيها جدا اهو كبيتي ده انا كل يوم بيأكل بيزا اه انا بحب الاكل بتقالي احنا اهو معظمنا اول باستا الحاجات دي بتبقى حل هنأكلها بس قبليها مثلا ناخد كوباية الاناسيليم ولازم بعدها اشرب كوبايتين مية لاندي عبارة عن الياف طبيعية والالياف دايما بتحب المية كل ما هديها مية اشرب مية الالياف دي هتتمدد في المعدة وتنفش وتعمل اكبر امتلاء هتشغل مثلا حيز المعدة من ثلاثين لتلاثة اربع المعدة فطبعا انا كده شغلت حيز كبير قوي من المعدة حاسس ان انا جسم شبعين كاني كانت سفينجة مثلا اه بتفضل شربت مية هتلاقي السفينجة دي بدأت تنفش كده وحجمها كبير هو ده اللي بتعمله بالزبط احنا دايما بنسمي الاناسيليم عندنا ان ده البديل الاقمن والطبيعي لعملية بالون المعدة هي نفس الفكرة بس بدل بقى ما ادخل في جراحة وطبعا فلوس كتيرا هي بتبقى عاملة بالزبط بتنزل البالون بتفضل تكبر عشان تنفش وتفضل مسكة حيز كبير في المعدة هيتبقى لي اخر ربع الربع ده اللي احنا خلاص احنا قريدي خلاص حصينا بالشبع بالنسبة كبيرة جدا هبدأ اكل مثلا بدل ما كنت باكل بيزا كبيرة او مثلا تلاتة اربعة سلايز هبدأ اكل واحدة او اتنين ولا ان انا خلاص انا كده ساتسفايد مبسوطة ووكلت حاجة انا بحبها بطريقة هلسي وفي نفس الوقت ما حرمتش جسني دي مثلا الالياف في حاجة تانية برضو عندنا في كورس الاناسيليم الكابسولات دي كابسولات كلها عشاب طبيعية بتعمل ان هي بتزود الحر يعني انا مثلا بوردو لو حبيت اكل باستا او يعني اكل حاجة من بوردو فاست فود او كده دي بتقلل امتصاص النشويات اللي في الاكلة يعني ما بتخليش ان انا جسمي يمتص الاكلة كلها بتنزل مع كئين فضلات الدهون مش هتتخزن في الجسم فدي حاجة حلوة جدا انا بوردو كالت اللي انا عايزايا بس بوردو بكمية يعني اهم حاجة عندنا ان كورس الاناسيليم دايما بيتحكم في الكميات لان الكميات دي هي اللي لو انا اكلت كتير هي دي اللي هتخلي جسمي يخزن سعرات ويخزن دهون كتير في الجسم انا جسمي مش محتاجها اصلا عايزا اسألك على حاجة انا دلوقتي اخدت الكورس اللي انا اسيليم وكده بعد ما ببطله اولا ببطله امتا دي اول حاجة بعد ما ببطله هل برجع تاني يعني زي بيقولوا بالبلد دي معدتي بتصغر ولا برجع تاني اكل بنفس الكميات اللي كنت باكل بيها قبل ما اخد الكورس ده تمام اول حاجة احنا لا هي فكرة المعدة المعدة بتتمدد اصلا الناس اللي عندها سنة ان هي خلاص الجسم تعود ان انا طول الوقت عمالة دي له اكل فخلاص حجمها كبر فدي برضو وظيفة كورس الاناسيليم ان هو لما بينفش في المعدة هو مش بينفش ان هو يكبر الحجم لا هو بيشغل حيز جوه عشان يحسسني بالشبع بس بيرجع عايزين نخلي المعدة ترجع تاني للحجم الطبيعي اللي ربنا خلقنا به عشان الشراح اللي كانت عندي خلاص تبدأ تقل وكمان لو انا مثلا بطلت او انا خلاص وصلت للوزن المثالي بتاعي وخسيت وانا كده مش عايزة اعمل دايت تاني او مثلا فيه ناس بتحب تثبت بتفضل مكملة على كورس الاناسيليم بس بنبدأ نقلل الجرعات بالتدريج ساعتها لو انا حتى وقفته خلاص انا مش هرجع تاني لان انا خلاص عودت معدتي على الحجم الطبيعي اللي كانت مفروض اصلا تبقى هي دا حجم المعدة بتاعي فانا خلاص ساستمت جسمي انه بدأ يأكل في اوقات معينة بكميات معينة بطريقة اكل صحية انا خلاص عمري ما هرجع تاني ان انا وزن يزيد وعودت المعدة انها صغرت المعدة صغرتها طبيعي لما بنعمل اي دايت فترة بنرجع بنحس ان احنا مش قادرين نأكل نفس الكمية اللي كنا بنأكلها اه اه فيه نسب يعني بيقولها زي مثلا بوردو اللي هو ايه انا معدتي صغرت او انا حاسة بالضبط فهو دا وظيفة كوشل انه سيلم انه هو بيعود الجسم انه هو نقل الكمية ان احنا نحس بالشبع يعني بسرعة نأكل اللي احنا عايزينه يقلل امتصاص النشويات ما يخليش جسم يخزن الدهون اللي في الاكلة دي كمان فيه فيتامين سي طبعا احنا كلنا محتاجينه وبالناس بتدخلين عشتها منعيتنا كلنا هبتبقى شوية ضعيفة ففيه فيتامين سي بيقاول مناعة بردو عشان لما نيجي نخس لان احنا عندنا بردو في شركة اون تارجت فارما في حالات كتير خست بالعشرين والتلاتين وصلت للتمانين كيلو معنا فطبعا خست تمانين كيلو او ممكن كام نا شاء الله لكنوا عديني المية مية وتلاتين مية وإن طيب يعني من كلامك يا دكتور كده بتقولي ان الشتة فرصة هيلة جدا طيب اللي عايز يخس ومش عارف يخس وعايز يتواصل معك يتواصل معك ازاي عن الارقام الزهرة على الشاشة مكالمات واتساب وفي عندنا على الوفيشيل بيجز على الفيسبوك اون تارجت فارما والوفيشيل بيجز بتاع دكتور نيهي الحافز وعلى انستجرام اون تارجت فارما هيبدأوا يبعطولنا وفي زي ابليكيشن كده اونلاين بيبدأوا في اسئلة الوزن والطول ببقى عايزة اعرف شوي التفاصيل اكتر عن الحالة اللي معايا وبنبدأ نتواصل معاهم وخلص بقى بنبدأ معاهم معايا كل حاجة طلعت على الشاشة بتطلبي منهم التحليل المطلوبة بتطلبي منهم لو عايزة التطمية اذا كان في امراض اكيد اه كل ده موجود في الابليكيشن اللي هما بيملوه بعد كده احنا بنتواصل معاهم نبدأ بقى نرشح الكورس المناسب لان كل حالة لها المشكلة اللي قدت للسنة فكل كورس وكل عندنا بروضكت لي الحالة بتاعته وبنبدأ نتابع معاها متابعة مجانية طول فترة الكورس بالنظام الغذائي وبنبدأ بقى احنا على طول بنتابع معاهم يعني اسبوعي متابعة اسبوعية بالنظام بالكورس بالجرعات بنقول لهم كل حاجة وبنبدأ رحلة الدايت مع بعض حلوة قوي طب ممكن عايزة قالت كمان على حاجة حضركم انتي بتتكلمي قلتي السمنة البلدي انها احسن وكده يعني ايه السمنة البلدي حاجة صحيحة اه 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 مايدي بورده على فكرة احنا عندنا معتقدات كتير جدا غلط فاكرين ان احنا لما بنمنعها اه هي دي اللي بتأدي ان انا كده هخص بس بالعكس السمنة البلدي دي فيها فيتامينات حلوة جدا انا جسمي محتاجها وكمان الكوليسترول المفيد اللي انا بحتاجه في جسمي لصحة القلب والعقل بيبقى موجود في السمنة البلدي دي لان احنا بنسميها دي دهون صحية انا جسمي على فكرة انا لما اعمل دايت انا لازم ادخل دهون صحية في الدايت بتاعي فيه ناس بورده بتبقى فاكرة ان انا لما امنعي الدهون دي انا كده هخص انا كده مش هخص بشكل صحي انا كده هنقلل الفيتامينات في الجسم هقلل المعيدن هقلل مناعة جسمي الكوليسترول اللي انا محتاجه هيروح هقدي الى الهرمونات اللي في جسمي كلها تطلخبط كأنه الدهون دي هي البنزين اللي بيحرق هي المتديني الطاقة اصلا يعني بس اهم حاجة اخلي بالي بورده من الكمية لان الدهون دي بتبقى سعراتها عالية قوي فلازم اخلي بالي طبعا عشان كده احنا لو نيجي نعمل نظام غذائي مش صح ان انا ادخل عن نت وعمل اي دايت واشوف لان كل الجسم ليه الاحتياج بتاعه السعرات بتاعته الكمية بتاعته واحنا كمان لازم نظام الغذائي معا ان احنا الكورس فانا لازم بمشي الاثنين مع بعض الكورس هي مثلا الحالة اللي معي واخد عبارة عن ايو هل واخد أليف هل هي مثلا مشكلتها ان هي ما عندهاش حرق يعني فيه ناس بيوصل لهم حالة انا كنت اسألك في موضوع الحرق ده فعلا طيب دلوقتي كورس الاناسيليم بيحل مشكلة الشهية بيقلل بيحسس الشعور بالشبع بيسعيدنا ازاي في موضوع الحرق فيه ناس مثلا عندها مشاكل صحية زي مثلا خمول الغذة الدرقية لو حد عنده خمول في الغذة او مثلا الناس كتب تعمل دايت وساعت بتوصل لحالة سبات يقولك انا مهما عملت دايت حرامت الجسمي عملت اي حاجة خلاص انا ما بقيتش خص اللي هم اخر 5-6 كيلو دول ساعت احنا بنعمل ايه عندنا برد الكورس المكسف هندي لها حاجة اسمها سلاك السلاك دا بردو كلها حاجات طبيعية عبارة عن ان هي بتزود الحرق عندي في الجسم فيه مادة اسمها الكورنتين المادة دي اصلا مادة طبيعية جسمي قريدي بيصنعها بس احنا بنديها بالكمية اللي المفروض الجسم يحتاجه عشان يبدأ يحرق من الدهون اللي موجودة جوه وما يخزنش دهون من الاكل اللي انا بدخله يعني الاكل اللي انا باكله من بر كمان فيه مثلا ناس بتكافيين الكافيين دي هايلة جدا طبعا هي بتزود الحرق عندي فكلها السلاك دي كلها حاجات بتزود الحرق بتمنع تخزين الدهون الجديدة في الجسم فاي حد بيبقى عنده مشكلة سبات او ان وزنه ما بينزلش بندله السلاك لان ده طبعا يعني احنا بنعتبر ان دي حاجة لمنتج السحري بتاعنا ان هو بيطلع اي حد من حالة السبات مفيش حرق اي حق خلاص يعني اول ما ياخده لازم الجسم هيبدأ تاني نشط هرمونات الحرق عشان يبدأ يحرق تاني من الدهون بتاعه ايه ميكاناز ما عمله جوه الجسم يعني هو بيعمل ايه جوه الجسم عشان الجسم بتدي يحرق زي ما قلنا الالكارنتين الالكارنتين دي مادة اصلا جسمي بيصنحها بتبقى عبارة عن هي حمضة اميني الجسم بيفرزه عشان يبدأ يحرق يدخل في الخلايا الدهونية اللي عندي ويبدأ يحرق من الدهون اللي موجودة المتخزنة اللي هي مش بتفتح ان الخلايا الدهونية دي بتبقى مقفولة فالالالكارنتين ده وظفته ان هو بيفتحها عشان يبدأ يطلع الدهون من جوه عشان تبدأ خلاص يحصل لها بقى ان هي تطلع من الجسم ويخلي الخلايا تقفل ولما يجي اكل اكل من بره ما يخزنش دهون تاني فالالالكارنتين اول مثلا الكافيين كل الحاجات دي والفيه كروميوم برضو الكروميوم برضو مادة من المواد الهيلة جدا اللي بتزود الحرق الدهون فدي كلها احنا يعني اشتغلنا في السلاك كلها عن حاجات حوارك ان هي تحرق الدهون مهما كانت حالة بقى ثبات الوزن فيه مشاكل مثلا زي الغدة ما فيش هرمونات حرقة اصلا فهننشط الجسم ان هو لازم هيحرق من الدهون بتاعه تمام كبار السن بقى والناس اللي عندها امراض مزمينة او الناس اللي بتكسل حتى تنزل تعمل رياضة في الشتاء هيقدر يخصوا عادي بالكورس اكيد اه طبعا الناس اللي عندها ان الكورس الاناسيليوم برضو امن جدا لاصحاب مرضى الضغط السكر وللاطفال كمان كان عندنا حالات برضو في شركة انتارجت فارما اطفال من مثلا اطفال من 3 سنين فقدرنا ان احنا نديهم الاناسيليوم لان هي عبارة عن كل الحاجات اصلا حاجات طبيعية فيتامينات فالياف الاناسيليوم بتعمل انانيس فحتى لو طفلة هيشربه كأنه بياخد عصير انانيس ما فيش مشكلة للاطفال بقى قصد اللي عندهم برضو مرض السكر هيقدر ياخده لان هو اصلا فيه مادة بتعمل على ان هي بتزبط نسبة السكر في الدم معين ان هو يعني طعمه مسكر ممكن فيه ناس كتير تقولين يا دكتور طب هو طعمه مسكر بتعمل انانيس ازاي مش هيعلي سكر الدم لان المادة اللي فيه ما بتعليش السكر في الدم فيه مادة السكرلوز المادة دي واخده يعني الموافقة من هيئة سلامة الغذاء والدواء فمش بتعلي نسبة السكر ملهاش سعرات حرارية فهو ايمن على كل الفئات اصحاب امراض مزمنة حتى لو واحدة فترة الرضاعة ممكن تاخد الياب في الاناسيليوم بكل امان ما فيهش اي مشكلة طيب وليه بقى فيه ناس عندها شرح ليلي للأكل يعني اول مساء تيجي تمانية بالليل ابتدي اجواب اي زاكل طول الليل شنوع زي هند ان احنا مسبتين الفقرة دي نصايح لين احنا احنا عملين نعمل الفقرة الطبية كل حاجة غلط بعمل علشان نأكد لينة ونأكد للناس على حاجات اصحنا احنا نفسنا برضو انا كمان ساعات بيجي بالليل بحس ان انا مش عارفة مثلا اعمل كنترول او ببقى محتاج ان انا برضو ااخد مثلا استعمل لا كنترول ايه هو جوع بالليل او مش كسترول او ممكن اعمل طول النهار مجاش لاجوع بعد ساعة تمانية او ده غلط لان انا ما ينفعش احرم جسمي طول اليوم جسمي محتاج عشان يديني الطاقة اه ثانيا واحدة بس يا دكتور احنا بنحرمش الجسم طول اليوم حديث اعمل غلط انا بنحرمش الجسم خالص بس الفكرة ليه بيحصل ده يعني ليه بيحصل شهية فيش حرمان ليه لان انا جسمي عشان يديني الطاقة اللي اتخليني اقدر انزل شغلي واروح بقى اشوف حياتي وابدأ اليوم بتاعي عشان يديني الطاقة دي هو محتاج ان انا ادخله اكله صحي عشان ياخد منها الفيتامينات والمعادن فانا طول اليوم بقى عمالي اكل في نشويات هو جسمي مش محتاج النشويات هو جسمي محتاج بروتين محتاج الياف محتاج فاكهة محتاج خضار فطول ما انا مش بديله اللي هو عايزه هيفضل يحسسني كل ساعتين هتلاقيني جعينة يعني مثلا لو انا كالت باستا مثلا ما كالتش اي ما دخلتش فيها احنا قلنا هندخل باستا عادي على فكرة بوردو معينا في الدايت بس لازم ادخل معها بروتين ادخل صلطة لو انا ما ادتش الجسمي الحاجات التانية العناصر الغذائية اللي هو محتاجها انا كمان ساعتين هلاقي نفسي جعينة يعني واكلة مثلا طبق باستا كبير بس هلاقي نفسي جعوة بسرعة لان الجسم زي ما هو هيديني الطاقة هو محتاج مني برضو الفيتامينات اللي هيخليني اقدر اكمل اليوم ما يحصل ليش هبوط ما حس الشنانة همدانة وضيخة ويديني الطاقة اللي انا محتاجاها طيب كورس الأناسيليم هينقلل بيه الاكل هيحسسنا بالشبع مش هيقلل الفيتامينات الموجودة في جسمنا لا طبعا لانه هو اصلا عبارة عن كله فيتامينات وحاجات طبيعية زي ما احنا قلنا الاليف دي اصلا هي اللي موجودة في الخضار زي اللي موجودة في الخيار وفي الخص بس طبعا نسبتها بتبقى عالية جدا نسبة الاليف 15 او 20 ضعف اللي موجود في الخضار والفاكهة فانا اديت جسمي حاجة طبيعية مفيدة فيه فيتامين سي مهم جدا طبعا للمناعة مهم للبشرة عشان زي ما انا قلت لسن في عندنا حالات خاصة لحد 80 كيلو والحمد لله محدش مثلا فيه ناس يقولك انت خصة شكلك تعبينة حساسا طبعا هو الوش اللي يقع كده او تحت الافتامين سي طبعا بيدي اللي هو النضارة للبشرة الامتلاء بيحفز انتاج الكولوجين فمهما احنا خصينا احنا مش هنحس بالبهتان وكمان جلدنا هيبقى مجدود لان فيه فيتامينات فيه معايد كمان مغنيسيوم وبوتاسيوم دول هايلين جدا لناس اللي عندها كمان مشاكل زي الامساك او مشاكل في القولون المغنيسيوم والبوتاسيوم دول دايما بينشطوا حركة الامعاء وبينشطوا حركة الجهاز الهضمي فاي حد كان عنده مثلا امسك مع الالياف اللي بمي يشربها هتحسن الحركة المعدة فكلها حاجات طبيعية بالعكس احنا بندي للجسم فيتامينات هو محتاجها ان شاء الله دكتور يعني انا بتمنى كل الناس تاخد وانا يعني اولهم بالنصائح دي انت شرفتين يا دكتور مي وانا ورتيني معاكم جدا واكيد تبين موجودة معنا في حلقات تانية حضراتكم دي كده حلقتنا النهاردة خلصت يا ريت نكون ايدنا نوفر لكم معلومات مفيدة ومهمة وتكونوا استنتعوا بحلقة النهاردة خلصت حلقتنا استنونا بكرة الساعة 3 في حلقة جديدة من حر نسا اشتركوا في القناة